اه هنتكلم اه في الفيديو ده عن ادارة مجازر الدواجن اه اه مجزر الدواجن ده بشتري فراك حية صحية اه ببتلي يتباحها ويعملها عملية تنظيف عشان يطلع منها اه فرخة اه مطنق نظيفة مقابقة ويطلع منها بعض المنتجات زي الكبت والاوانس ويطلع منها اجنحة وشاورة ما هو حاجة سايا كده طيب هلنشوف هنشتغل حكاية ازاي هنشتغل البرنامج الاول كده خلينا نعمل قاعدة جديدة اه هنسميها اه ادارة مجازر الدواجن ادارة مجازر الدواجن اوكي نفتحها مجازر الدواجن او الفراق عموما يعني دي هنحتاج نستخدم فيها حاجة اسمها المعادل اه المعادل ده اللي هو العدد مع الوزن يعني انا بقول والله مثلا ان انا اشتريت اه عدد خمسين فرخة وزن الفرخة اتنين كيلو يعني اشتريت ميتين كيلو انا لما باتفق مع التاجر باتعمل بتعمل معا بالكيلو فبيقول لي الكيلو مسلا بعشرين جنيه طب انا اشتريت ميتين كيلو في سعر عشرين يبقى كده باربعة تلاف جنيه يبقى انا بتعمل بالكيلو ولكن معايا معلومة اضافية وهي ان ان الميتين كيلو دولار عبارة عن عشرين فرخة مسلا تمام ازا معايا بتعمل مع حاكتين مع وزن مع عدد اتنين مع واحد ازا ما احتاج اخش للصلاحات مستخدمين الاول عشان نفعل الجزئية دي هخش الاول هنا كده وفي عام قاتبات عام اتنين هقول ان المعادل بتاعي العدد طيب وهقول ان هستخدم ادارة انتاج حافظ هاجف صلاحات المستخدمين هنا في ادارة الانتاج هعلم على ادارة انتاج وخلانا نعلم على انتاج مجزر دواجن. طيب اصبح عندي ادارة انتاج هنا وهي انتاج ايه مجزر دواجن. اه خلانا نفتحها كده. بيقول لي احنا لسه معرفش الاصناف بتاعتك. عايز اعرف الاصناف دي كلها. انا عندي مجموعة اصناف. خلانا في العمود اللي في النص ده. عندي ابيض حي. ابيض حي ده اللي انا بشتريه. اللي هو لسه مش مجبوح. لابد حقيقة ده لما بيضحه ببتدأ اعمله عملية تصنيف. افييه. فيه حاجات تحت الوزن. فيه حاجة فريص صغير. فيه حاجة اه بنسميه سبعمائة خمس سبعمائة وخمسين. وفيه حاجة تانية من سبعمائة وخمسين لتمنمية. من تمنمية لتمنمية. بعملهم اوزان. طيب. بعد ما بعملهم اوزان وحاجات زي كده افييهم يعني. ببتدأ اطلع منهم كبدة واوانس وكبض واوانس. وصدر وجناح ورقابي ومش تعملات اخرى. طيب عندي منتجات تانية زي بلدي. وده بعد طيب فيه بلدي حي وفي بلدي مدبوح. فيه بط فيه رومي. فيه الانب. زي مجموعة اصناف. طبعا عشان عامل مجموعة الاصناف دي انا حتى تعبني. فانا هتك ايه? انشاء تلقائي الاصناف عشان ايه? البرنامج هو يعمل هوملي تلقائي. هو عمل هوملي. تعالا ما اشوفها على الاصناف كده هو عملها ازاي? بقى شكلها ايه? بقت بالشكل ده. اه ده الفروج ومتوسط المعادل بتاعها. طبعا انا بتعمل مع كله بالكيلو. كيلو اللي هو ايه الف جرام. يعني هنا كيلو الف جرام. طيب. وهي الواحدة المعادل بتاعنا هنا سبعمائة خمسة سبتمائة خمسة سبعمائة جرام. يعني اه متوسط الفرخة الفروج دين سبتمائة ازاي. تعالا نقول له هاتل اه مسلا دي. هنا دي بنتكلم على الفرخة اللي هي المتبوحة اللي هي من الف لالف ومية. طبعا برضو هو بنتعمل معا بالوزن بالكيلو الف. ولكن متوسطها الف وخمسين. يعني لهي الف ولهي الف ومية ده متوسط. يعني لو انا قلت ان هو جاب لي اه عشر فرخات من دونان فهقول عشر فرخات في سعر في وزن الف. اه كيلو يعني يبقى عشرة كيلو. ولا في وزن كيلو مية يبقى وزنهم حداشر كيلو. لا انا حط ان المعادل المعادل حاجة وسط ما بين الاتنين بنقول الف وخمسين. يعني يبقى ما توسط العشر فرخات الف وخمسين كيلو. ولكن عاملين هنا حاجة اسمها المعادل متغير. شايف علامة الصحة دي? المعادل متغير. يعني مستابت. اه طبعا احنا في بعض الاصناف الاخرى بيبقى المعادل سابت. اه حاجة زي اه اه يعني ستفقدني فيك حاجة بتيجي في كارتونة مسلا والكارتونة دي معروف ان هي مسلا اه عشرين كيلو. يبقى خلاص الكارتونة عشرين كيلو. يبقى دهنا معادل معادل سابت غير متغير. يعني لما يبقى عندي عشر كارتين في عشرين كيلو بمتين على طول. ولكن في بعض الاصناف اخرى ممكن يبقى الكارتين دي بتيجي متغيرة. يعني مرة تيجي تسعتاشر مرة تسعتاشر ونص مرة عشرين. ازا الوزنها جل سابت يبقى هنا ده متغير. نفس الوضع كده معنا هنا في الفراخ دي فهي وزنها متغيرة. يعني ممكن العشر فراخات اللي جايين من دولن ممكن يجي كلهم اه كل وزن الفراخة وزنها كيلو. فيبقى العشر فراخات بعشرة كيلو. وممكن كلهم يجوا عليين وزنهم عالي يبقى كلهم جايين الف ومية. يبقى كده على العشر فراخات حداش ازا ازا هو اه متغير بتاعها رنج متغير. طيب دي طريقة ايه انشاء اه الاصناف بتاعت المجزن بتاعها. طيب تعال احنا اول حاجة نشتري. احنا بنشتري ايه? بنشتري الفرقة الحية الصحية. طيب لفطولة شراك كده. هدل فطولة شراك دي ده هو. مشكلة المورد مش مشكلة لما عندنا مغزن واحد. هنشتري مين? ابيض حي. ازا ده الصنف اللي هو الفراخ البيضاء الصحية. طيب. هنشتري كام? هشتري مسلا اه مئة فرقة. مئة فرقة هو حطيلي تلقائي متوسط ساع متوسط اه وزن لهم مئة وعشرين كيلو. لان المعادل بتاعها كيلو ومتين. المعادل كيلو ومتين اللي هو مكتوب هنا ده كيلو ومتين. الكيلو ومتين دولين يعني يبقوا مية وعشرين كيلو. طبعا ممكن اغير ممكن لقد ده هم جايين مية وتلاتين مسلا اه مية وتلاتين كيلو. ماشي? طبعا هنن مغير ليش العدد لماذا ؟ لانه متغير. اه اه سارة كيلو كام? سارة كيلو وان يقول عشرين. بابيع بكم? انا بابعوش انا انا مكزر يعني باجيب لابو ده الحي ده بادبحوا وانا اضافوا وبابيعوا مدبوح. لك ما بابعوه صحي. لكن نفطرة دي لا هبيعه صحي فطرة الحد جي قال لي العايز شوية فراخ بيضة صحية اه هدى ربيع وانا يعني بش مشاكل اه هبيعه بخمسة عشرين سولي لأسف هبيعه بخمسة عشرين مسلا يعني مستهلك ولوس تجاري وجملة ووائرخ طيب خلينا نحفظ الفطرة دي على كده كده يعني انه عندي مية وتلاتين كيلو في المقسم ما تشيك اللي عددهم مية اوكي مية فرخة وزنهم مية وتلاتين كيلو. تعالي روح على الانتاج على الانتاج مجازل دا واحد. اه هحفظ بصر شنو الكنيسة متحفظتش. تعالي اقول له احسب. قال لي ان انت عندك مية فرخة اللي وزنهم مية وتلاتين هتستخدم منهم كام في العملية الانتاجية دي وليكن انا هستخدم من مية فرخة كله. حطيلي هنا قال لي الرصيد كام? نية وتلاتين كيلو. عدد مية. في سعر عشرين يبقى دوك تكليفتهم كام? الفين وستمائة. طب فيه تنظيف وفيه مصاريف تنظيف مش مكتوب فيها حاجة. وفيه عندي هنا نسبة مدبوح ونسبة ايه الموضوع دا? الموضوع دا اللي هو الافتراضيات. انا بحط وضع افتراضي بحيس ان هو يزاعدني ويحطيلي نسبة افتراضية اقدر اتعامل معها. وادر ازود وضع ازمان عاوزه ولكن كحاجة ارشادية. انا بقول ان التنظيف بتاعي بتكلف تنظيف ايه اتنين جنيه. الفرخة تنظيفها بتتكلف ايه اتنين جنيه. نسبة المدبوح كام? هنقول مسلا سبعين. سبعين في الماء دي يعني الفرخة اه تلاتين في المية منها بيطلع ريش وتنظيف بطن وا 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 وا. ازن الفرخة بتصفي وزنها بيصفي على سبعين في المية من وزنها صافي لحما. ماشي? غير كده طلع اه ريش وفراخ وا 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 وا. ازن نسبة المدبوح سبعين في المية من الصاحب. طبع بيطلع من من الفرخة كم في المية كبت وعوانص? هنقول مسلا. عشر في المية من وزنها كبت لقوانص. مسلا. ده بسعر الكبدة كام والله سعر الكبدة بتضع في السوق باربعين جنيه. مسلا. تعديل. شوف لو قلتوله حسب تاني. المية فاخد مية فرخة كلهم. حسب هنا قد من نفس الكلام هون. ولكن حطيلي هنا ايه? اتنين جنيه تنظيف. يبقى كده الاتنين جنيه في المية فرخة دولار يبقوا بكام بمتين جنيه. اه يبقى الفرخة هنا متكلفة عندي كام? متكلفة الفين وتمنمية جنيه. يا ازاي? انا عندي هنا مية وتلاتين. في سعر عشرين يبقى بكام? بالفين وستمية. يبقى نرش عليهم بالفين وستمية. وكلفوني تنظيف ميتين جنيه يبقى الفين وتمنمية. طيب. الفين وتمنمية. حيطلع لي منهم اللي هو هنا ده اللي هو عبارة عن تكلفة الشراء. زائد المصاليف. ناقص ارادة الكبدة. احنا لسا ما مناهش الكبدة. ازا التكلفة عندي لدي ارادة الكبدة صفر. فيبقى لتكلفة الشراء. اللي هما الفين وستمية. والتنظيف متين. يبقى كده تكلفة الفراخة عندي كام? الفين وتمنمية. طيب. اه. تعال هنا نشوف بقى نسبة المتبوع سبعين في المية. يعني المية وتلاتين كيلو دولن. لما جيتنا اضافتهم خسوا تلاتين في المية. يعني اصبح نسبة المتبوع سبعين في المية. يعني عاملوا واحد وتسعين كيلو. طيب الفعلي كام حكته بالحقيقة بقى. يعني هو ده المفترض. المفترض ان هما يخسوا سبعين. ولكن على ارض الواقع طبعا ممكن يكون زادوا او نقصوا. فانا اخط الرقم الفعلي. طيب. نسبة الكباب ده والاوانس. عشر في المية. عشر في المية من المية وتلاتين يعني تلات عشر كيلو. ممكن نقول له ايه عم تلتاشر كيلو. مسلا على حسب المفترض. طيب. التلات عشر كيلو دوله من ما فيهم. قدي ايه كبهت وقدي اوانس وأوانس. قدي ايه مش معروف بقى كبهت وآوانس ممكن نقول له مسلا ايه خمسة. ونقول ه 사هلا ايه ا ا اه سبع. يبقى خمسة خمسة كبهت وسبعا اوانس. وواحد مش معروف. يعني race دعنا نقول له احسب. حسب هم لي تاني. طيب. اه 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 اذا انا تكلفة انا اتغيرت. بقت الفين متين وتمانين. ليه الفين متين وتمانين? لان انا بقول ان تكلفة الفراخ دي انا شاريها بالفين وستمية. وصرفت عليها مصاريف متين يبقى الفين وتمنمية. هجي لي منهم لما يجي يتنظفه هطلع لي اراض كبدة هطلع لي آآ 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 فاربعين جنيس سعر يعني طلTY فاربعين بخمسمية وعشرين. يبقى انا معايا خمسمية وعشرين جنيه اراض. دا اراضي. كان حاجة آآ انت أقتل الع عل منها. طيب اذا تشيل منهم الكبدة تشيل منهم الخمسمية وعشرين. يبقى انا كده الفراخ المصفية معايا الفين متين وتمانين. طيب الفين متين وتمانين. انا عملت من دول تكلفتهم الفين متين متين وتمانين تكلفة كام? تكلفة واحد وتسعين كيلو. والفعل بقى واحد وتسعين كيلو مدبوح. يعني سعر الكيلو كام? يعني نقسم الفين متين وتمانين على الواحد وتسعين كيلو الفعلي يطلع لان سعر الكيلو وقف علي بخمسة او عشر. مسلا. تعالي كده ما اقول له احفز كده هيقول لي ايه? حطيلي سعر المزرعة. سعر السوق يعني. طب هي السوق السوق بكم دلوقتي المتبوح بكم? ولا قلنا تلاتين مسلا. يعني. الحفز. اه اتغذي الناس الماشي. حفز. هيعمل لي ايه مشتنصات في صرفي الاصناف دي. وضف لي الكبه دول اوحص. الاول في نسبة اليوم دي انطلع لي هنا كام? اربعة وتمانين. اربعة وتمانين في المية. اربعة وتمانين في المية دي هو عمل ايه? قال له دين بخمسة وعشرين. وهي سعر السوق بتلاتين. ايه سمده لها ده? يبقى نسبة النهاردة اربعة وتمانين. اه انا كده كويس. انا كده اقل من السوق شوية. اقل من السوق حاجة متاع 16 في المية ده جميل. يبقى انا كده اه سعر تخليفتي عندي اه كويسة مش وعش. بالنسبة لسعروا في السوق بركة. طيب. اه لما انا عملت الحفز ده هو عمل لي ايه? صرف لي المنتج اللي انا اشتريته. مش انا اشتريت مية وتلاتين كيلو? هو بقى صرف المية وتلاتين كيلو. يعني ما عادش عندي رصيد في المخزن. وحطي لي كبت واوانس وكبت حسب الكميات اللي انا حددتها هنا. ازا هو اضاف لأ ده اول اضافة الكبت والاوانس. طيب. وصرف لي الحي. ليس اضافة الحي? لان انا هستعود الكمية المية وتلاتين كيلو دولر بكمية فلاخ اخرى مصنفة بقى. المية وتلاتين كيلو دولر اصبح منهم قدية مدبوع سبعمية. منهم قدية تمنمية. منهم قدية الفمية. تصنفاتهم هتبقى ايه? طيب. تعال نقول له توزيع. اه سوري. اه انا عندي الوقت المية الفرق. المية الفرق هناخد منهم ايه اه اه تحت الوزن. اه اه عشر. بيعملوا مفترض ان هما يبسطوا كيلو متين وخمسين. اهو اللي بفيش مشاكل. حسب النقطة قصت يعني. وعشرة من ده. وعشرة من ده. وعشرة من ده. مسلا يعني انا بحط ايه اركم مفترضية. يا باشا اه اتناشر. اه اربعتاشر. اه عشرة تاني. اه 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 دول وزنه ده كم? طيب. اه باقي اللي هو اللي وزنه الف الف ومية مجاش منه. والالف الف ومتين مجاش. والالف ومتين امتين مجاش. مجاش. الف ورمائة مجاش. الف ورمائة وخمسين مفيش. فوق الوزن. انا عندي اربعتاشر. جي عشرة. اللي هما وزنهم كام خمستاشر ونص وماشي. اه لسه بقى عندي اه اه عدد اربع فراغ. خلوهم مستبعد. الاربعة دول مستبعد. اه اللي اعتبر وزنهم ستة كلمة ستمية. اوكي. ماشي? اه الاصلاف الباقيه مفيش. ماشي. طيب. انا اجمالي طبعا كل الفراغ دي اتتتتتتتت عملت ايه? كعدد وكوزن. طيب. كعدد اه انا عندي مية مية. اه مزبوط المية اللي انا اشترتهم. هما المية اللي انا وزعته. طيب. وزنهم هنا كان واحد وتسعين كيلو. هنا وزنهم واحد وتسعين كيلو. خمسمية وخمسين. عاملين فرق. اه اذا محتاجين نزبط الخمسمية وخمسين دي. طيب. اه عايزين نشين منه خمسة وخمسين. طيب ادي عشرة كزا. وعشرة كزا. عشرة كزا. خلينا في ايه? في مسلا الحاجة اللي في الاخر مسلا. ونشين منها. اه الرقم ده بحيس يبقى الرقم متساوي. اه. 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 احنا هنحطهم فين هنا? اه. اه. الفرق اه اه واحد وعشرين كيلو ونص. خلق دول واحد وعشرين كيلو. خمسة وخمسين. وهنا ده الصفر. اه. كده عيبقى صفر. مش مشكالة. نعيدها تاني ونخليها. هي كده بقت مزبوطة واحد وتسعين. بس هنا العدد اختلف عشان معها. نش العدد دي. نزبوطها تاني. اه. توزيح. عشرة. وعشرة. 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 عشرة. عشرة. اتناشر. اربعتاشر. كده. عشرة. كده. خلدوا. اه. ادي لنا ايه. باقي معايا. اه. سابنا من المتبوح ده. خلينا فيه. في الاتين الاخرارين اللي هم كنا عاملين فوق الوزن. قلنا عشرة. في اه. خمستاشر. اه. خمسمية. اه. اه. لكن انا واحد وعشرين. خمسة وخمسين. ده الفرق اللي باقي يعني رسي. هنعمل نزبو خمستاشر الافتراضي يعني. طيب خلينا في الاخير بقى اللي هو ايه اربعة. اه. هنا المفترض انه انه هما ستة ستة كيلو وستمية. ستة كيلو وستمية ده حسب الافتراضي. اللي انا حطت متوسط اه وزن له. فطراب لمتوسط الوزن فيه. لكن انا هحطه حسب الفعلي. الفعلي ده المفروض هو ايه اللي متبقي. انا متبقى معي دلوقتي كوزن ستة كيلو وخمسين جرام. يبقى مفروض هما دول ستة كيلو وخمسين جرام المتبقيه. اه. كده يبقى الوزن واحد وتسعين. وكده يبقى العدد مية حافز. اه. اعمل لي ازنا اضافة. اعمل لي ازنا اضافة. ده بسألنا على مستقلات الاضافة. اه. بص هنا بقى. اه. دي الكبت والاوانس هي. عمال لي ايه. ادي المية وتلاتين تم استعادهم بكبت واوانس ويتحت الوزن وبفاوش ووو وووو وإخراج. آآ وكل حاجة في سعرها وراءة تبا. آآ ده هنا ده سعره الابيض سعره عشرين جليد. ده حسب سعر الشراعة تكلفته. الكبت والاوامس عنا نعملها بربعين حسب الاراة المتوقع بتاعها. آآ آآ الآي آي حاجة بعد كده سعر تكلفتها خمسة وعشرين زيرو خمسة دياح حسب ما هو تم الحزبة ديا من تكلفة الفراخ المتبوح. طيب. اه اه اذا حصل عملية صرف اللي هي اللي بيستالب دي والباقي عملية اضافة الى المجمع يعني تم صرف الابيض الحي وتم استعوضه بالمنتجات الباقية دي. اه اللي فوق دي كان فيه الاربعة دولنة كان عملات التنظيف. الباقي ده كله كان عملية التوزيع. اه 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 ازم القصة اوضحة كده ان انا دلوقتي حولت الفراخ الحية الى كبط واوانس ومجموعة اوزان فراخ باوزان معينة حسب ما انا حددت ووسعت. طيب. اه اه بعد ما عملت الحكاية دي. اه لو انا جماعت هنا المية والتلاتين وجماعت هنا الكميات دي هتلح هنا سالب ستة عشرين. سالب ستة عشرين دول يعني فيها عجز ستة عشرين كيلو. اه العجز الستة وعشرين كيلو دولا اللي هما يعتبرهم الهالك بتاع الفراخ اللي هو ستة عشرين كيلو دولا اللي هما طولهم ريش وآآ بطون فراخ وحاجات زيكا. طيب. بعد ما عملت كده ممكن اعمل عمليات اخرى. طبعا عندي فيه قادرة نفس الكلام من البلدي واعمل البط وعمل رومي وعلى كده. ولكن في حاجات انا بقى بنتجها من من الفراخ دي اه بنتج في ليه في طريقتين للفليه. وبنتج الشيش وشورمة. آآ الفليه والشيش وشورمة دي يعني الحاجة الفليه اللي فانا ماذا افترض مسلا دي كده. انا باستخدم فيها هنا فوق الوزن. لو انا قلت له حسب. بيقول لي ان انا عندي من فوق الوزن عندي عشر فراخات اللي هم هتستخدم منهم كي انا وليكن هتستخدم العشرة. فحطي لي ايه العشرة. طيب العشرة دول. مفت ادي ايه منهم ووراك وقد ايه جناح وقد ايه رقابي وقد ايه شاسيه عشان يطلع لي الفليه. ازا انا اه باخد اللي بطلع الحاجات ده هيا كلها من فوق الوزن. يعني الفراخ اللي فوق الوزن دي قطعتها. طلعت منها شرايح فليه. وتبقى شوية ووراك وشوية جناحات وشوية رئيب وشاسيين. الوراك وجناح والرئيب وشاسيين دولا بيتباعوا او ان هما بيخشوا في انتاج عملية اخرى زي الشاورمة مسلا او كده. ولكن انا عاوز اطلع فرخة اطلعها فليه. ازا هطلع منها فليه. ويتبقى شوية عادة تانية. طبعا هنا مكتوب النسب صفر ومش محطوط النسبة عشان انا مش عامل افتراطي. تعال تعال نعمل الافتراطي كده. دي لك على افتراطي. تعال احنا بنتكلم على فوق الوزن في انتاج ايه الفليه. تعال اقول والله اا يعني الفرخة بطلع اا قد ايه منها في ليه. وهنقول والله مسلا تمانين في المية في ليه. كده يبقى كام عشرين في المية. هنقول والله مسلا اا اا عشرة في المية وراك. اا اا خمسة في المية جناح اا اتنين في المية اا واحد في المية. ماشي? الباقي هيبقى هالك. ماشي? تعديل كده. تعالى لو اخترت دي كده تاني. طلع اللي هنا ايه? النسب بتاعدي. شوف لو ان قلتوا لحسب على المفترض بقى هاخد العشر فرخات دولان كلهم. ويه حسبهم لي. قال لي اا قال لي خلينا نبص على اخر السطر كده اللي هو اللي قدام كلمة الفليه دي. كده هيطلع لي اتناشر كيلو وربعمية في ليه. ماشي? ليه من عندي خمستاشر كيلو خمسمية اللي هما العشر فرخات عبارة لخمسمة كيلو وخمسمية. هتطلع لي اتناشر كيلو وربعمية في ليه? وهتطلع لكلو خمسمية وخمسين وراك. وسبعمل جرام جلاع. وتلتمية لقابي وغوي شسيب. وفي هنا متمم. متمم اللي هو ايه? المفروض هو المجموعهم يطلع الخمستاشر كيلو وخمسمية. لا لو انا جمعتهم مش هتطلع خمستاشر كيلو خمسمية ازا فيه تلتمية جرام او تلتمية او عشرة جرام متمم. متمم يعني حاجات كده ايه اه طلعت ملهاش قيمة يعني مش نحطها في حاجة يعني. هتترمع بقى. اه دهون مسلا او حاجة زي كده. اه ازا. وطبعا انا اموقن نحط بقى الفعل هنا. هو هو انا ايه? هو هل حطيني الارقام ديان بناء على النسبة الافتراضية اللي انا حطتها. اللي بيجيني كوضع ارشادي بس. يعني كل دي الارقام قدر اغيرها. ولكن هي ايه? خوضع ارشادي. تمام? اه 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 ادر اقول لي بقى حفظ. بقولها تيما كده صرف واضافة. اوكي تمام? عمل لي عملية الصرف والاضافة. تعالي نشوفها في الواجهة الرئيسية. في الواجهة الرئيسية ظهر لي هنا تحت هنا ان انا عملت في ليه خمستاشر كيلو ونص. خمشان كيلو ونص دولا طلعوا لي في ليه اتناشر كيلو وربعمائة. تمام? وطلعوا لي ايه? وراك وجناح ورقاب وشاسيه وهالك. طلع لك كل الحاجات دي. طيب. اه. تعالى نروح على مسلا الفلت التاني. الفلت التاني هم نستخدمهم من المستبعد. لو قلت له احسب وكان فيه اربع فرخات اللي عمل لك انه نعمل لهم مستبعد. هياخد الاربع فرخات اللي هم وزنهم ستة كيلو وخمسين جرام. وهبطل برضو يوزعهم ويقسمهم. بالطريقة اللي احنا عملناها كده. وانه لو اقسم كده. احنا ممكن يعني اه ما نطلعش وراك وما نطلعش حاجة نطلعهم. كلهم هيطلعوا في ليه? طبعا انها غير منطقية مش معقولة يعني هيطلع كمية كلها تطلع كلها في ليه? ولكن انا فطرنا ديها طلعت كده. ازا المستبعد حولت كله الى الى في ليه? يعني ما فيش بقى وراك ولا جناح. طبعا غير منطقية. طيب ازا ده الفليه التاني ان انا جيبته ايه? ازا فيه في ليه جيبته من فوق الوزن وفيه في ليه جيبته من المستبع. طب في حن ده حاجة اسمها الشيش وحن ده حاجة اسمها شاور. الشيش ده بطلع منين? ده بقى انا عنديك شيش. ولكن الشيش ده جاي منين? من الوراك بالعظم. الوراك بالعظم دولان فين انا جيبتي عملتي وراك بالعظم? اه. الخطوطين اللي فاتوا دولان طلعوا لي وراك بالعظم. ما اطلع لي وراك بالعظم هنا هو من عملية الفليه الاوليه. ماشي? وطبعا في الفليه التالي كان فيه وراك بالعظم ما استخدمناهش يعني. كان فيه وراك بالعظم برضو. لكن احنا ما انتكناش منه. ازا الوراك بالعظم هنا بيطلعوا لي من عملية الفليه. عملية الفليه دي بيطلع لي منها وراك بالعضم. طيب الوراك بالعضم دي جان هقدر استخدمها في عملية الشيش. ماشي? هستخدم الوراك بالعضم. والوراك بالعضم دي جان هطلع منها. هيطلع منها خلفيات وهيطلع منها جلد وهيطلع منها عضم. وهيطلع لي منها الشيش اللي انا عاوزه. طيب. اه نفس الكلام مع اه الشاورمة. بس الشورمة هنا قادر استخدم صنفين وصنفين اختياري يعني ممكن احدد اي صنفين كده ولا يكن تكا هنا كده واختار اي صنف مثلا اي هجيب اي فرقة من دولا كده والله اجابيها الي وهجيب لي اجيب رصدها اقول له احسبها هو قال لي ان في منها الاربعتاشر هاخدلي الاربعتاشر كلهم اعجوز منهم يعني وابتلي اعمل اعملهم ايه شورمة ماشي شورمة دي هطلع المنها ايه? هطلع لي منها جنحة هطلع لي منها رقابي هطلع لي منه شايا هتلع لي عضم ويتبقى لي كمية اشورمة عندي ماشي خسب الكميات اللي انا اعملها في النسب طبع ان اذا ب confuse حط النسب وكلمة التي اه اسبط الافتراضبينات عشان اطلع لي هنا ارقام افتراضية قادرえてعمل معها مدد ما انا عشان مافكرش كتير يعنك افكر والايل هال هي في النسبة او لان انا بحط الارقام الفعلية اللي بيتم في المجزر فعلا. ولكن ببقى شايف بس هل هي في الرنج بتاعي المناسب ولا في رنج بعيد خالص عن ما هو مفترض. بعد بعملتني عمليات الانتاجية دي اصبح انت الكلام ده موجود في المغزن يعني انا جبتك مسلا جرد المغزن او. وقلت له عرض. بقى الحاجات ه. فهيا دي ارصيدة ماكنوا معي في المغزن. اقدر بقى بيع واشتري وعمل وتعامل مع كبرينامج حسابي عادي بقى. اقدر بيع فرق مدبوحة ايا عندي هنا اه سبعة كيلو سبعمائة وخمسين. اه اه واا عندي اه اللي هوم عدد هم عشرة مسلا وعندي من دي مشاءال مسلا تسعة كيلو سبعمائة وخمسين اللي عددهم عشرة وهنا دول الى عددهم اربعتاشرة و점امات سعين كده لو ما اتنشر كيلو سنوع وخمسين. وا 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 وا. ازا عندي معاية في النظر اذا اعمل فاطولة بيع وفاطولة شرط. فاطولة بيع. طبعا هضيف العمل ابتوعي وهعمل فاطولة بيع دي اهوان هبيئة كزا. جاب اللي حكيت اللي موجودة عندي. والله هبيع من السنوع وخمسين دولا. اه هدي له عدد اتنين. اه اللي هما وزنهم قد كده. اه بالسعر مسلا اه 35. اوء واصنف تانيا. اه ديني منبني اه اربعة. اه لهم تلترونيع. طبعا ممكن غير الوزن طبعا انا زي ما نعبز. حسب ما هو. حسب الوزن الفعل بتاعهم اللي هيت وزنه. وما بيوجونه عند العميل يعني. اه سعر 30 مسلا. وفي الاخر بقول له ايه επιحفز. اتحفزهم. اقدر اجيب بقى عادي الشغل. اجيب مسلا ادرة حسابات موازين ميزانية ختمية مسلا. اه هيقيم للمغزون اللي عندي. وبتري احسب لي والله في المتجرة هوا. اه انت عندك مشتريات بعد كده. عندك بضاعة موجودة في المغزونة. عندك مبيعات. كده عندك مجمع ربح مئتين وتلاتين. مجمع ربح ده. صرفت اجور ومرتبات. وا 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 وا. اصبح صاف ربح قد كده. وده الميزانية العمامية. اهل اللي لنا. واهل اللي علينا. يعني دي فقرة سريعة عن انتاج المغزر. اه هو زريف وجميل. بس عايز شوية تلكيس في الاول كده. وتلاقي دي لها كلها حلوة ان شاء الله. شكرا.